الرئيس الوزراء قال أنه من المقرر منقشة وسائل النهوض بقطاعات الصناعة والتصدير والزراعة والسياحة والتطور العقاري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وقال رئيس الوزراء أنه عايزين نقيم حوار شامل حول الملفات الرئيسية الاقتصاد المصري سبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي الملف الثاني الحقيقة كان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اللي هتنطلق في مصر من خلال برعاية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنطلق الاستراتيجية مصر هتطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية حضر مجموعة الوزراء الدكتور علم سلحي والنران المشاط دكتور محمد معيت عمر طلعت السيد القصير الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي ونفين الكلاني وزيد الثقافة ووزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقرر اطلاق الاستراتيجية يوم الأربع المقبل في احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة تحت العائد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحضرها مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ده الموضوع الثاني الموضوع الثالث المهم جدا هو منقشة مجلس الوزراء لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعني تقرير التنمية البشرية لأصدرته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر فيه ثلاث عنوين كده من أخطر ما يمكن زمن بلا يقين الزمن اللي هنا فيه زمن بلا يقين ده التقرير حياة بلا استقرار ده التقرير برضو صياغة مستقبلنا صياغة مستقبلنا في عالم يتحول فكرين لما كنت هنا في المكان ده هو وقلت ان احنا يا جماعة العالم بلا يقين اللا يقين هو المسيطر مفيش رؤية مفيش العالم مش عارفين بكرة في ايه قلت احنا بنشتغل في مصر في ظل الظروف الضبابية اللي في العالم بنشتغل في مصر في ظل ان فيه لا يقين لا يقين يعني مش شايفين مش متأكد من حاجة فيش حد متأكد من حاجة مش متأكدين الحرب هتخلص امتا مش متأكدين المناخ هيتزبط امتا مش متأكدين انه الغذاء مش متأكدين انه الطاقة فيه كتلة ضبابية ولا يقين وده ربط مثل قلت ايه قلت الاقتصاد العالمي والظروف العالمية كمان يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة انا قلت هذا الكلام وحلى في مصر يا جماعة بنشتغل في ظل هذه الظروف الضبابية راحوا الجماعة بتقول الاخوان وبتقول رصد تحديدا شو يا ابراهيم قالوا كده نشأة الديه نطلقون فوق بعض مصر كالقطة السوداء في غرفة مظلمة بيقول كده بالزبط يعني اخد الكلام وقال ان انا قلت في البرنامج ان مصر تتخبط وفي حالة ضبابية ومش شايفين قدامنا ولا يقين كقطة سوداء في غرفة مظلمة كل مفردنا قلتها في اي سياق انا بس بقول بشاهد الناس على القص واللزء والحقارة اللامهنية اللي اخلاقية لا ده ولا